نظمت وحدة التحقيق الخاصة جلسة النقاشية تحت عنوان حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين المظاهر والخبرات المكتسبة واستشراف المستقبل وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية مصاهمة من وحدة التحقيق الخاصة في الجهود الوطنية لتعزيز سيارة القانون وترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية عقدت الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين المظاهر والخبرات المكتسبة واستشراف المستقبل بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتحققة في مجال حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين واستعراض الخبرات ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية نسعى من خلال هذه الجلسة إلى تحقيق عدة أهداف منها أن نحن نسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين الحمد لله قطاعة أشواط متقدمة جدا في هذه الأمور ومقاوات أو توقيت الجلسة هذه يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذكر مرور 40 عام على اعتماد لما المتحدة تفقية من هذا التعذيب فهذه المناسبات الدولية تدفعنا للتأمل في الإنجازات المتحققة وإلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي في مملكة البحرين وبمشاركة لفيف من مسؤولي ومنتسبي المؤسسات والأهليات والأجهزة الوطنية المعنية في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي والقائمين على إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني تناولت الجلسة النقاشية جهد مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقا للمعايير الدولية وتطور التشريعات الوطنية واستعراض التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة للأليات والأجهزة الوطنية في هذا المجهل بل شك أن هذه الفعالية تدل دلالة واضحة على ما وصلت إليه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بل وسعيها الدائم نحو تطوير التشريعات وتطوير الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات إنفاذ الغانون أو جهات قضائية أو حتى فيما يتعلق بمختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة فمثل هذا الموضوع موضوع مهم جدا وخاصة أنه يتناول إجراءات تتعلق بالنظام الجنائي في مملكة البحرين وهذه تعد من الأمور الهامة جدا لتحقيق العدالة الناجزة لكل من له علاقة في هذا الموضوع وفي هذه المنظومة اليوم هو يوم العالمي لحقوق الإنسان وتنظم وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الندوة التي تنظر إلى حقوق الإنسان في النظام الجنائي وهذه طبعا يتماشى مع المبادئ والمواثيق التي وقعت عليها مملكة البحرين والتزمت فيها والتي كانت سباقة في تنفيذ إجراءاتها والعمل على تعزيزها وتعزيز القدرات الوطنية لخدمة هذه الأهداف إن تضرق إلى حقوق الإنسان في المجال الجنائي يعكس التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز سيادة القانون والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية وفي هذا الإطار أتت الجلسة النقاشية لإبراز التقدم المهم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان لسيما في النظام الجنائي في ضوء تقدم مملكة البحرين في كفالة وصون حقوق الإنسان تأتي هذه الجلسة النقاشية المهمة التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة لتسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان واستمرار التدريب المتقدم والملائم ودعم الالتزامات الدولية والوطنية في هذا المجال خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين